ورسالة خالصة من القلب الإخواني ولكل المواطنين في المناطق الواقعة تحت قفضة فلول الإمامة نحيي صمودكم وتضحياتكم ونعيش معاناتكم وصبركم وصمودكم في الحفاظ على هويتكم وهوية البلاد وحمايتها من الذوبان أمام هذا الصلف الحوثي المتغطرس والمتشبع بالتخلف والعنصرية والتعصب الأعمى وبقدر ما تواجهونه من ممارسات الميليشيات العنصرية من إقصاء وتضييق وتهديدات واعتقالات وتعذيب وحشي غير مسبوك فإن كل حر ومنصف لا يسعه إلا الوقوف احتراما وإجلالا وقفة إعزاز وتقدير أمام ما تصدرونه لسنوات من صمود وثبات دون انحناء أو تنازل أو تلاشي نحيي المختطفين الذين غيبهم الكهنوت الإمامي وعلى رأسهم الأستاذ المناظر محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمن للإصلاح واللوى محمود الصبيحي واللوى ناصر منصور هادي واللوى فيس الرجب والعشرات من الصحفيين وفي مقدمتهم من قررت الميليشيات إعدامهم والمئات من السياسيين وكل الذين غيبتهم زنازين ميليشيات الحوثي من الإصلاحيين ومن كافة القوى الوطنية والذين اختطفوا بعد أحداث ديسمبر 2017 تحل علينا ذكرى التأسيس الثلاثون وحزبكم بكوادره وجهوده وإمكاناته منحازا إلى خيار شعبه الذي تعرض لأخطر تهديد في مسيرته الجمهورية فما منكم من أحد إلا ويقوم بدور نضالي كل في موقعه يقوم بواجبه على أكمل وجه وستظلون كذلك مناضلون فأنتم شمس البلاد ونورها وجهودكم مع كل الشرفاء وبجهودكم مع كل الشرفاء ستعود لليمن إشراقته وتولى جمهوريته من جديد بإذن الله نخاطبكم اليوم في شهر سبتمبر الذي كانت فيه ثورة اليمنين الأم ومنجزهم الأبرز حيث خرجوا فيه قبل 58 عاما إلى النور والعالم وغادروا الهامش وأعلنوها جمهورية الإنسان وسلطة العدالة والحياة الكريمة وهاهم اليوم مجددا يناضلون ضد الإمامة الكهنوتية ذاتها في نسختها الحوثية الجديدة ويخوضون معها المعركة التي ستكون الضافرة والأخيرة بإذن الله الأخوة والأخوات أعضاء حزبنا الأبي وجماهير الشعب اليمني الصامد والمقاوم وكافة الفرقاء السياسيين أحب أن أذكركم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بحاجتنا لتجاوز عقد ومخلفات الصراعات السياسية الماضوية بكل صورها المناطقية والحزبية والمذهبية وحاجتنا للتقارب بين كل أبناء وطننا فنحن على سفينة واحدة إما أن ننجو سويا أو نغرق معا لا سمح الله وإن منطق اللحظة التاريخية يتطلب أن نضع كل أهدافنا الصغيرة جانبا ونصب جهودنا نحو هدف واحد هو استعادة الدولة المفقودة إذ لا قيمة لأي تنافس الآن في ظل غياب المداميك الأساسية للدولة فكل مقسب فاقد للقيمة ما دام بيتنا الكثير منهوبا ومهدوما من قبل العصابات الخارجة عن القانون إننا بحاجة لتأمين سور الوطن بسياج جمهوري وإقامة قواعد دولته الاتحادية ثم لكل طرف بعدها أن يسعى لتحقيق أهدافه المشروعة تحت سقف الوطن الكبير وفقا للدستور والقوانين المنظمة أيها الإخوة والأخوات في هذه الذكرى والمناسبة يتقدم التجمع اليمني للإصلاح مخاطبا جماهير شعبنا الكريم وفي المقدمة قواه ومكوناته السياسية مؤكدا على ضرورة الشراكة والتعاون بين كل الجهود الشريفة والصادقة فيما يحق خير البلاد إن التجمع لمن الإصلاح ذي يجد التأكيده على الشراكة الوطنية لينطلق من موقف ثابت تعززه وقائع التاريخ وحقائق التجربة السياسية حيث نفخر في الإصلاح بكوننا لم نتفرد يوما لم نتفرد يوما بسلطة الدولة ولا باحتكار المعارضة فلقد قلنا وما زلنا نقول وسوف نبقى نكرر أن لا أحد بإمكانه أن لا أحد بإمكانه الاستفراد بقرار البلاد ولا التعبير منفردا عن خياراتها وهو ما ترجمته مواقف الإصلاح طيلة العقودة الثلاثة الماضية من حرص على الشراكة وصدق التحالفات وأبرزها تجربة الإتلاف الثلاثي بين التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزبة الاشتراكية اليمنية وتجربة التحالف الثنائي بين التجمع اليمن الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام ثم تجربة اللقاء المشترك لقد كانت تجربة التحالف بين الإصلاح والمؤتمر دليل جدية الإصلاح في الشراكة من أجل المصالح الكبرى وحماية الثوابت الوطنية وكان تحالفنا مع رفاقنا في المؤتمر أثناء الإتلاف الحاكم واستمر هذا التحالف حتى سنة 97 حتى اتجه الإخوة في المؤتمر وفقا لتقديراتهم السياسية حينها إلى التفرد في القرار العام وهو ما دفع الإصلاح كموقف طبيعي وتلقائي إلى الانتقال بكامل ثقله السياسي والاجتماعي إلى جبهة المعارضة بهدف خلق توازن سياسي يحمي الهامش السياسي والديمقراطي ويحمي الديمقراطية الوليدة في البلد فالتحالفات في نظر الإصلاح ليست سوى وسيلة لتوسيع ساحة المشاركة السياسية وتقوية مركزة المجتمع أمام تغول السلطة وهي المعايير التي حكمت التجربة الإصلاحية وتحالفاتها المتعددة كما كانت تجربة اللقاء المشترك التي تأسست بين الإصلاح وأحزاب مجلس تنسيق المعارضة تجربة رائدة أخرى تضافل رصيد الإصلاح ورفاقه حيث إن حازلها الإصلاح ومد جسور العلاقة مع أحزاب المعارضة رغم موقعه شريك في الائتلاف الحاكم سنة 96 بما يحمي الحريات والتعددية الحزبية ونزاهة الانتخابات النيابية ويعالج نتائج الأزمات واستمر هذا التكتل يتطور أكثر من عقد ونسب كان الإصلاح فيه ومن خلاله الأكثر حرصا ووفاءا وانحيازا لخيار الشراكة والمصلحة العام ومن خلال موقعه في هذه التجربة المشركة أنجز الإصلاح مصالحة تاريخية بين مكونات المعارضة الرئيسية ليس فقط من أجل مواجهة تغول السلطة وخلق توازن في حده المقبول حين داخل النظام السياسي وإنما لأجل حماية المجتمع من الانقسامات الناتجة عن تجربة الصراع التاريخي التي شهدتها البلاد بين القوى السياسية المعارضة في العقود التي تلت الثورتين المجيدتين وها هو الإصلاح اليوم مع إخوانه من قيادات القوى الوطنية ينخرط في إطار التحالف الوطني الواسع للقوى والأحزاب اليمنية الذي تم إشهاره وتوقيعه بحضور ورعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدرب منصر هادي في مدينة سيئون ونأمل أن يكون تحالفا فاعلا حقيقيا يحمي البلاد مما تتعرض له من مخاطر ويترفع عن الصغائر إذ لا مكاسب ولا امتيازات دون وجود وطن كريم ومستقر ولن يتحقق لنا وطن إلا بتضافر جهود كل الشرفاء لدحر وإسقاط الإمامة واستعادة الدولة وبناء النظام الجمهوري للتحادي الذي يتسع للجميع ويحمي مصالح الكل وطالما كان الإصلاح ينظر للشراكة كقاعدة لتأسيس حياة سياسية صحية وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تكبل التضحية بالمكاسب الآنية لصالح الهدف الأكبر المتمثل في تمتين جسور الثقة بين شركاء العمل السياسي وتعزيز لغة التواصل بين الجميع وبالرغم مما يتعرض له الإصلاح من حملات ظالمة ممنهجة إلا أن حزبنا ظل متمسكا بسياسة الجسور الممدودة مؤمنا أنها الطريقة الأنجح لتأسيس حياة سياسية مستقرة وتجاوز التوترات وإرث القطيعة بين مختلف القوى وبما يمهد لمستقبل متخفف من الحمولات منطلقا صوب الغد المأمول والوطن المتسع للجميع وهكذا ظل الإصلاح مقدما المبدأ على المكسب مهما كان حجم التضحية التي عليه دفعها صونا للسياسة ومبادئه الراسخة لديه إنما تشهده البلاد من عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية يستهدف قتل أبناء البلد وتدمير بناها التحتية وتمزيق نسيجها الاجتماعي وتجري في هويتها العربية الإسلامية وتغيير مناهج التعليم يستبدالها بهوية دخيلة على الشعب اليمني وهذا يستوجب استنفار كل الجهود لحسب معركة استعادة سلطة الدولة ومنطق السياسة إذ لا يجوز إبقاء مجتمعنا اليمني تحت سيطرة عصابة تصادر حرية وتمنع عنها أبصد حقوقه السياسية والإنسانية وإمداد هذه المعركة الوطنية بما تحتاجه من الموارد والخبرات والأدوات النوعية وتوفر إرادة صادقة وعزيمة قصوى من كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها والتيارات والمكونات الوطنية وبانحياز الجميع إلى صف الأبطال في الميادين والترفع عن الكيد والدس الذي دمر البلاد وأنهكها ومع شكرنا ونكرر شكرنا وتقديرنا لجهود التحالف العربي بقيادة الأشكاء في المملكة العربية السعودية وما قدموه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب فلازلنا نتطلع إلى المزيد من الجهود والخبرات النوعية وسيكون شعبنا اليمني الكريم وفيا وشهما في رد الجميل لمن ساندوه في محنته التي سينهض منها شامخا وقويا عن قريب بحول الله وفي ذات السياق ندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في كبح ميليشيات الحوث الإرهابية المتمردة على الدولة وفقا للقرارات الأممية وبالأخص 22-16 الذي لا يزال يمثل خارطة طريق لإحلال السلام وإنهاء الحرب ترجمة نانسي قنقر